دايما اشكروا ربنا واحمدوه على الطاقة اللي بيتدهلكم في وسط كل حاجة مش متزبطة احمدوا دايما ربنا على اي امنية بسيطة تمنتوها وهو حق اهلكم احمدوا دايما ربنا على كل مشاعر جميلة جواكو مهما حصل لسه قلبكم كويس دايما احمدوا ربنا علشان يزيدكم من فضله هلو هلو يا مساء الجمال والسعادة عليكو يا اميراتي يا امرات انا اللي بشكر ربنا وبحمده بجد على وجودكم معايا انتو اغل اخوات على قلبي يا رب دايما نكون مع بعض في كل حاجة حلوة بشكركم كمان على كل تعليقاتكم الجميلة وجودكم شرف ليا من اي مكان انتو بتشوفوني انا بحبكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا فيا رب دايما عند حصن ظنكم ونبدل دايما مع بعض بالحاجة اللي تعجبكم وتفيدكم وتخلوا بيتكو احلى بيت في الدنيا اشرفني طبعا اشتراكك معايا لو لسه ما اشتركتيش وانضميتي لينا من السبسكرايب لتحت الفيديو تنسيش اهم حاجة تكتبيلي تعليق علشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي فيديو النهاردة بقى للسيدة اللي احنا تعودنا منها على الطاقة وعلى الحماس وعلى التشجيع الدايم في الروتين بتاعها طبعا اللي امتابع معايا الفيديوهات بتاعتها شفنا مع بعض تحضراتها قبل الولادة هي مشاء الله عندها بنتين توينز وكان عندها بنتا كمان شفنا كل التحضرات الخاصة بالولادة وكمان بعدها الروتين تغييراتها كمان لغرفة البنات شفناها مع بعض فيديو قبل كده والسرير الجميلة اللي عملتها طبعا لازم بقى زي ما قلت لكم زيادة المسئولية لازم يكون في طاقة اكبر ولازم زي ما قلت لكم في اول الفيديو دايما تحمدوا ربنا على الطاقة اللي بيدها لكم في كل حاجة انتو بتعملوها اوقات بيبقى عندنا كسل وعندنا احباط في حاجات كتير لكن دايما استعينوا بالله وخلوا عندكم يقين ان هو دايما معاكم صدقوني هيقدركم لكم تعملوا كل حاجة فطبعا زيادة المسئولية بس مش في الاولاد او في البيت زيادة المسئولية خلال اليوم احنا بنتعرض لمواقف كتير وحاجات كتير ومسئوليات كتير فلازم طول الوقت يكون عندنا استعداد لها ونكون قدها ان شاء الله فايراب يكون يديكم دايما الصحة والعافية بتقدروا تعملوا كل حاجة في حياتكم طبعا شوفنا كده ترتيبها للغرفة وروتين ترتيب لها وكمان اللذيذ ان هي دايما كأم بقى بتحاول ان هي تنمي من مهارات بناتها دايما بتدور لهم على ايه الجديد وتعملوا شوفنا الترابيزة الجميلة الحلوة دي اللي فيها اتنين اوبشنز كده حلوين قوي اول واحدة ان هي تقدر تحط البوكسات دي وتحط في واحد كده اي بقى اي لعب بس شوفوا هي فكرتها لذيذة هي حطت في واحد منهم انواع من الحبوب وبدأت تجيب لهم ادوات يقدر ان هم يشيلوا ويحطوا ويمسكوا دي طبعا حاجات حلوة قوي لتنمية مهارات اليد والبوكسل تاني حطت لهم فيه ميا وسمك برضو لذيذ قوي والفكرة التانية ان هي تقدر تحط البورد دي ويرسموا عليها فبردو من الحاجات الحلوة كمان تعالوا نشوف هنا هي بس مش بتدور على تنمية مهاراتهم بتدور كمان اكيد على راحتهم وراحتها هي كمان في نفس الوقت فجابت لهم كارل بيبي اللي حلوة جدا بكل الابشنز اللي فيها طبعا بقى هي كامي كده ومعها تلات اطفال مش هتمشي بيهم كده فلازم تدور على حاجة تلم الدنيا كلها فبدأت تجيب هنا العربية دي بكل الابشنز اللي فيها شفتوا ان هي تقدر تقعد فيها لحد اربع اطفال تحرك اتجاه الكراسي يداروا يعودوا قصاد بعض او في دهر بعض فيها كمان حاجات حلوة قوي الشنطة تحط فيها الاغراض بتاعتهم او كمان التابل الصغيرة دي اللي يحطوا فيها العصير او الاكل كمان شوفوا فيه اوبشنز بقى ازاي تمنع الشمس ليهم او كمان تقفل عليهم خالص العربية فيها شنطة تانية حفزة حراري تقدر تحط فيها الاكل ويحتفظ بحرارته طبعا مليانة من التفاصيل الجميلة الحلوة ممكن تعملها كار عادي من غير الكراسي تعمل بها شوبينج فدايما الام يكون عندها وجهة نظر للحاجات العملية اكتر في بيتها مش بس كده لا كمان بتدور على امانهم شوفوا ان هي عملت طبعا ما ادراكم الدرف او الادراج لما الاطفال بتفتحها بتعمل فيها ايه فبديت ان هي تعمل امان دي الاماكن ديت ويه كمان حتى هنا الباب المتحرك اللي تقدر تقفل بيه اماكن كتير لسلم بقى او دخول مطبخ او حمام الحاجات اللي تبقى خطر عليهم ويه كمان الحاجة التالتة اللذيذة جدا جدا حمايتهم طبعا من الكهرباء وان هي تقدر تعمل زي كفر على الفياش بتاعة الكهرباء وتمنعهم طبعا من اللعب فيها ربنا يا رب يحفظهم جميعا ويسلمهم فدايما في حاجات كده لازم نخلي بالنا منها عشان نحافظ طبعا على سلامة اطفالنا تعالوا بقى نشوف شوية كده من روتينها بقى في البيت وطبعا المطبخ اللي لازم يكون دايما انتو بتقولوا من الحاجات الاساسية اللي لازم لما يكون ديه في البيت كله بيبقى نضيف وراحت البيت دايما بتبدأ من المطبخ فلازم هي تحافظ دايما على نظفته واستمرار ان هي تكون يديها فيه كل حاجة اول باول ان هي تعملها زي ما قلنا كده المسئوليات الزيادة عليها لازم واجب عليها ان هي تعمل كل حاجة اول باول ما تركنش اي حاجة خالص فبدأت ان هي تنظف هنا الكونتر الموجود عندها في المطبخ وكمان اللذيذ قوي ان هي لسه بتحافظ على روح البيت الحلوة ان هي دايما تحط الورد في كل مكان سواء هنا في المطبخ او كمان عندها على اي ترابيزة لازم يكون عندها دايما الورد اللي بيدي طاقة ايجابية للبيت والشموع والاداءات الجميلة فزي ما قلتلكم برغم من زيادة المسئولية لكن حلوة قوي ان الواحد يحافظ على طاقته بكل حاجة هو بيعملها كمان هنا برضو روتين تنظيفتها بقى الحاجات عندها في البيت ككل كده الحمام عندها تنظيف الارضيات بالتعقيم بماكنة البخار وكمان تنظيفها كل حاجة بقى عندها في البيت لازم على طول اول بقى اول زي ما قلنا كده تعمل كل حاجة وحاولوا انتو كمان برضو ما تركنوش اي حاجة من التعليقات اللي جاتلة على فيديو مبارح حبيبت الرئيس كانت بتقول ان الحمام اللي كنا عرضناه في الفيديو بتاعة مبارح والسيدة الأسبانية اللي كانت بتعمل التنظيفات اللي فيه فكانت بتقول ان لازم يكون الحمام يكون سهل في التنظيف ومدورش على الحاجات الغالية او الحاجات الفخمة على قد ما بدور على الحاجة العملية انا احترمت جدا جدا تحليقك لان ده دايما اللي احنا بنقول عليه ان دايما دوروا على الحاجة اللي تكون عملية في البيت اللي تكون مريحة ليكم اكتر من هي تكون شكل يعني زي ما شفنا كمان عندها هنا في المطبخ الكراسي الجلد اللي هي البني كانت عندها الاول كراسي قماش لكن طبعا مع وجود اطفال القماش هيبقى صعب قوي في التنظيف فانا ممكن استغنى عن الحاجة اللي ممكن تكون شكلها حلو بحاجة تكون عملية اي نعم الجلد اوقات بيبقى مش حلو برضو بيتقطعوا بسهولة والكلام ده كله لكن ممكن يكون عملي في حاجات معينة ان يسهل عليك وقت ومجهود وتوفير فدايما دوروا على اي حاجة تكون مريحة ليكم اكتر من انتو تدوروا على الشكل يعني حتى في لبسكم دوروا على الحاجة المريحة ليكم اكتر من انتو تدوروا ان انتو تمشوا على الترند وعلى الموضة وان يكون شكلكم ملفت قدام الناس وانكم تلبسوا حاجة مش لايقة عليكم لألبسوا كمان الحاجة المريحة اتعاملوا مع الناس المريحة بلاش تتعاملوا مع الناس غصبة عنكم كل حاجة في حياتكم اعملوها حسب روحيتكم انتو بلاش تاخدوا بالمظاهر او بالشكل او بالفخامة حتى في ديكورات البيت عندكم تعالوا نكمل مع بعض الفيديو شفنا ترتيباتها وقعادة تعبئة للحاجات الموجودة عندها في الكوفي كورنر وكمان عندها مكان لذيذ اوي كده كله معمول من الازاز تبص على الجاردن عندها فبدأت كمان تستغل المكان ده بطرابيزة وبكراسي شكلهم كمان حلو جدا جدا وترتيب حلو لهم لازم ان هو تستغل المكان ده باحسن استغلاله بقعدة حلوة دورت كمان على الحاجات المريحة والعملية حتى في الشلط اللي موجودة على الكراسي او الكوشنز بدت ان هي تدور عليها تكون مريحة اكتر التصميم نفسه بتاع الطرابيزة وبتاع الكراسي قد اسمبل قوي فلازم قعدة تكون بستمتاع بيها بالجو وبالطبيعة وبالشكل الحل لازم كمان تدوري على حاجات تكون بسيطة موجودة فيها ده اخر حاجة هنا معنا في الفيديو تغييراتها اللي فيها اول حاجة الستير المتحركة اللي على الشبابيك ان هي غيرت النوع اللي كان موجود عندها وعملته بشكل ابسط يكون اسهل كمان طبعا بتتحرك بيه الرموت فتقدر تتحكم بيها بسهولة دايما اي حاجة طبعا بتتعمل اوتوماتيك كده بتبقى احسن من الحاجات المانوال في اي حاجة بقى في اجهزة في الستير زي ما احنا شايفين في اي حاجة حاجات اللي بتطلع كل يوم والتكنولوجيا اللي بتطلع كل يوم اكيد هتبقى مريحة عندنا في البيت كمان غيرت من الستير الكبيرة هي عندها ما شاء الله البيت كبير والسقف بتاع البيت كبير فبدأت تجيب ستير شوفوا من فوق لحد تحت ان هي تدي شكل كمان عندها في البيت فده كان تغييرها ليها وتغييرها للشبابيك كمان بشكل يكون حالو نختم مع بعض هنا بروتين تنضيفها لغرفة النوم المكان اللي لازم برضو يحتاج مننا تنضيف طول الوقت وترتيب علشان ده كمان مكان الراحة بتاعتنا تنضيفها لكل حاجة موجودة زي ما قلتلكم من الروتينات القوية بتاعتها اللي دايما بنشوفها بتدينها الحماس لان دايما مهما زادت عليها مسئولياتها هي هنقول كده قده وقدود تقدر تعمل كل حاجة يا ربي دايما يعينها على حياتها ويعينكم انتو كمان على كل حاجة بتواجوها بشكركم جدا جدا لو وصلتم معايا لحد هنا تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم قبل الفيديو ما يخلص نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وسيدة جديدة والسلام